قرار السماح في استيراد بطاريات مركبات الهايبرد المستعملة لاستخدام الشخصي أثار تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية والبيئية منه قرار وزارة البيئة بالسماح باستيراد الأفراد بطاريات مركبات الهايبرد والكهرباء المستعملة لاستعمال الشخصي قرار وصفه العاملون في القطاع بأنه غير عملي في ذل تعقيدات إجراءات الاستيراد ولا يحد من التلوث الذي تسببه هذه البطاريات هذه البطاريات اللي رح تيجي من الخارج إذا ما حققت الغاية هتكون نفايات خطيرة بالتالي إحنا هنزيد هذه النفايات اللي موجودة بالأردن وإحنا بنحافظ على بيئة تكون نظيفة من مادة الليثيوم أو مادة الميتلنيكل اللي موجودة في البطارية هاي المواطن إذا بدوا يستورد هذه البطارية أو التاجر هذه البطارية إذا كانت خربان مش هتحقق الغاية له آلية تسليم البطارية القديمة ومدة انتظار وصول البطارية المستعملة المستوردة معضلة ستواجه الراغبين بالاستفادة من هذا القرار بحسب المختصين هلأ نحن السيارة وين رح نتواجد هاي السيارة إذا إجت كمية سيارات عندك في المركز وين رح تحط السيارات في المركز وين رح تنتظر عبل ما يجي موافقات عبل ما تطع البطارية من المركز هذا رح يأخذ وقت طويل طبعا أنا شايفه مش كتير عملي ولا منطقي لأنه أنا كمواطن بدي أسلم بطاريتي هذا إشي رح يأثر علي موضوع الوقت يعني أنا موضوع الوقت أولا ثانيا أنا وين بدي أفك البطارية وكم بدا تقعد ودهو ممكن نقل هاي شي بأثر علي القرار ترك تساؤلات حول جدوى السماح في استيراد البطاريات المستعملة في وقت ينصح فيه مختصون باستخدام البطاريات الجديدة كونها أطول عمره لو نحسبها على العمر البطارية المستعملة ما رح تمشي لها سنة سنتين رح ترجع تتغير أو تنكب البطارية ويضطر الشخص يركب بطارية تانية فالبطارية الجديدة هي الحل الجذري والنهائي للمشكلة البطارية عمر افتراضي أقل شي خمس سنوات لا ثمان سنوات ضد استيراد البطارية الهايبرد من خارج البلاد المستعملة بحيث أنها الأمان والكفالة وعمرها ما بتعطيك العمر المطلوب اشتراطات عديدة أوصت بها اللجنة الفنية لإدارة الموارد والنفايات الخطرة في وزارة البيئة لاستيراد البطاريات المستعملة وسط مخاطر بيئية واقتصادية ستترتب على القرار في ظل ضعف الخبرة لدى المواطن في عملية استيراد بطاريات السيارات الهجينة للمطالبة بالحد من استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة وبساط النقل الصغيرة في الكرك نفذ العشرات من سائق التكسي الأصفر وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة المحتجون أوقفوا مركباتهم أمام مبنى محافظة الكرك وقرروا السير على الأقدام وصولا للعاصمة للتعبير عن احتجاجهم وتتمثل مطالب المحتجين بوقف تغول عمل التطبيقات الذكية عليهم في محافظة الكرك بشكل مباشر خاصة وأن عدد سكان المحافظة قليل إضافة إلى عدد سيارات مقارنة بالعاصمة بحسب المحتجين نزل عندنا تطبيق لا يقل عن 500 تكسي خصوصي شباب عمروا 17-18 سنة بروح بجيب سيارة بيشتغل عليها عمومي بنافسنا على شغلنا اشتكينا للمحافظة اشتكينا لمدير الشرطة اشتكينا لمدير السير وعدونا وعود لم يتم منها اي شيء باصات الكياء على قفا منشيل فوق الالف باص كياء شغلات في الكرك لا سير مساعدنا لا هيئة مساعدتنا لا دول مساعدنا لا محافظة مساعدنا فاخر اشتجهنا نعتصم ونسكر سياراتنا ونتسهل بالتجاهة وزير الداخلية أو الديوان الملكي يقولنا حل في هذا الموضوع لأنه بالنسبة لنا كتكاسي الكرك السائق الآن يا الله يا دو بدخل اربع ليرات عداره سجل معدل اسعار النفط مشتقاته انخفاضا متفاوتا خلال الثلاثة اسبيع الاولى من الشهر الحالي مقارنة مع معدل شهر تشرين الاول الماضي وذلك بعد ان شهد الاسبوع الثالث من الشهر انخفاضا عالميا بحسب ما اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في نشرتها الاسترشادية الاسبوعية ترجمة نانسي قنقر في ظل اصدار نظام لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة نظم الدائرة ضريبة الدخل المنبيعات ورشة تعريفية حول تطبيق النظام مدير عام دائرة ضريبة الدخل المنبيعات الدكتور حسام ابو علي قال ان اصدار النظام يأتي ضمن خطة الاصلاح الضريبي ولا يترتب عليه اي ضرائب جديدة وبين ان النظام يلزم المدقق الضريبي التقيد بالاسعار العادلة وفق الممارسات الدولية التي حددها النظام في معاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين هذه الورشة هي ورشة تتضمن بتوضيح واحد من التشريعات اللي صدر لغايات الاصلاحات الضريبية وطبعا بالتأكيد هذا النظام لا يتضمن لا فرد ضريبي ولا زياد ضريبي ولكن يتضمن قواعد ومارسات دولية تلزم المدققين بالتقيد بها منعا للاجتهاد وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقتي اتفاقيتي تعاون مشترك مع شركة أورانج الأردن الاتفاقية الأولى تهدف إلى استخدام منصات وقنوات الاتصال ومواقع شركة أورانج المحلية والعالمية لترويج ودعم إقامة الأنشطة التي تنفذها السلطة حيث ستقوم الشركة بموجبها بتوريد وتشغيل شبكة الانترنت للسلطة أما الاتفاقية الثانية ستقدم بموجبها شركة أورانج على مدار ثلاث سنوات مجموعة متكاملة من حلول الانترنت السريع والآمن وتشغيلها وربط المواقع بالشبكة الحاسوبية والارتقاء بها بهدف دعم وترويج نشاطات السلطة وقعنا اتفاقيتين اثنتين الأولى لتقديم خدمات الاتصالات لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتمكنها من تقديم حلول رقمية لأهل العقبة والاتفاقية الثانية كذلك الحال تعنى بمساعدة ودعم السلطة في عملية التوظيف والتشغيل من خلال إنشاء أكاديمية برمجة بالإضافة إلى ذلك التسويق السياحي وتسويق خريطة السياحة لمنطقة العقبة خلال السنة والسنة القادمة ترجمة نانسي قنقر